العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين لطمأنة شركاء واشنطن بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي في أول اجتماع يحضره في مقره في بروكسال وأوضح بلينكين أن الولايات المتحدة مصممة على تعزيز تحالفاتها بدءا بحلف شمال الأطلسي لكن بلينكين ترك مسألة الانتحاب من أفغانستان غامضة حين قال أن واشنطن تجري حاليا مراجعات لوضع القوات هناك وأنه سيشارك الحلفاء في الناتو بأفكار أولية أما بخصوص خط أنبيب نورستروم 2 الذي سيتم بنائه بالتعاون مع ألمانيا وروسيا فحذر بلينكين من المشروع وأوضح أنه يتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يقود الأوضاع في أوكرانيا في صدارة مهام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وهو يصل إلى مقر حلف النيتو للاجتماع إلى نضرائه الأطلسيين طمأنة الحلفاء بشأن متانة التحالف بعد سنوات عجاف هزت ركائزه للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل سبعة عقود ومع قضية انسحاب القوات الأمريكية المرتقب من أفغانستان التي تشغل وزراء خارجية الحلف فيما يجتمعون وجها لوجه للمرة الأولى منذ تولي إدارة الرئيس بايدن غير نموذج على نمط الأحادية في اتخاذ القرارات بمنأة عن الحلفاء الذي ساد في عهدة الرئيس السابق دونالد ترامب واقع عكس التصريحات بلينكين نية صريحة في تغييره نجري حاليا مراجعة داخلية في أمريكا بشأن أفغانستان والهدف من وجود هنا اليوم هو جزئيا لمشاركة الحلفاء بأفكارنا في هذا المجال ولكن هنا أيضا للإستماع والتشاور معهم فقد خذنا هذه الحرب سويا وعدلنا استراتيجيتنا هنا سويا وحين يصبح الوقت مناسبا سنغادر سويا وإذا كانت الرغبة بالتشاور والعودة إلى كنف الحلفاء من شأنهما أن يهدئا من روع الحلفاء الأوروبيين فإنهما قد لا يسهلان بالضرورة المعضلة القائمة بشأن أفغانستان فبيدن الذي ورث اتفاق سلام مع طالبان يحدد موعدا هو الأول من مايو لانسحاب ما تبقى من قرابة 2500 جندي أمريكي لمح إلى صعوبة الالتزام بالموعد بعد تلقيه جملة تحذيرات بعضها داخلي والآخر خارجي من الحلفاء الأطلسيين بشأن مصير باقي قوات الحلف هناك والمقدرة بنحو 7000 جندي معضلة تبدو إدارة بايدن وفق التصريحات عازمة على إيجاد حل توافقي جامع داخل النيتو بشأنها وبشأن سواها من القضايا والتحديات التي تواجه الحلف توجه حل بردا وسلاما على أعضائه هناك فرصة فريدة متاحة الآن لبدء فصل جديد من العلاقات الأطلسية وأرحب بشدة برسالة إدارة بايدن بشأن إعادة بناء التحالفات وتعزيز دعائم حلف النيتو غير أن الأجواء الإيجابية لم تغيب الخلافات فقد كشفت تصريحات ديبلوماسيين أوروبيين عن تمسك إدارة بايدن ببند تقاسم الإنفاق الدفاعي الذي بدأ في عهد ترامب وسط جدل كثير ويكشف الأوروبيون أيضا عن وجود تباين جذري في المواقف على ضفتي الأطلسي بشأن إدراج المسألة التركية على جدول محادثات الاجتماع حيث يؤيد الأوروبيون المتوجسون من تصرفات تركيا في شرق المتوسط بحث المسألة فيما تعارضها واشنطن وكشفت تصريحات بلينكين عن نية واشنطن ممارسة ضغوط على الحلفاء الأطلسيين بشأن قضية أنبوب السيل الشمالي 2 مع روسيا فيما يوحي بجانب آخر من جوانب التباينات قبل البدء في مناقشة أهمية مباحثات وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع حلف شمال الأطلسي أن يتشير إلى استمرار عمليات الفرز في إسرائيل بعد أن أدل الناخبون بأصواتهم في رابع انتخابات عامة تجرى في أقل من عامين إذ الطاعات الرأي تشير إلى أنه لا يوجد فائز واضح في الانتخابات حتى الآن ما يترك مصير رئيس الوزراء الحالي بن يمينة تنياهو غير مؤكد ما يشي باستمرار الجمود السياسي وفق مراقبين مطلعين على الأجواء الانتخابية الإسرائيلية للحديث عن هذا الموضوع معنا من القدس مرسلنا يحيى قاسم يحيى أكثر من 14 ساعة حتى الآن على بدء الانتخابات الإسرائيلية حدثنا عن نسب التصويت وماذا تعني عن موقف الشارع الإسرائيلي من الوضع والملفات الإسرائيلية أكثر من ساعتين جوع على إغلاق صندوق الاقتراع هنا في كافة أنحاء البلاد وقبل قليل عقب نيتانياهو على النتائج العينات الأولية عمليا وقال أنه هذه النتائج تشير إلى أن الشعب يميل إلى اليمين ويريد إقامة حكومة يمينية لكن معسكر اليمين لا يدعم نيتانياهو بصورة تامة قبل قليل تحدث رئيس حزب أمل جديد جيدون سعر الذي أوضح أنه ملتزم بتعهده بعدم الدخول إلى اتلاف حكومي يقوده بن يمين نيتانياهو كذلك الأمر أفكدور ليبرمان يعارض دخول اتلاف يشارك فيه المتدينون وبالتالي نيتانياهو يبقى مع باقي الشركاء الاتلافيين من صفوف اليمين وهم حزب الصيونية المتدينة والذي تحدث معهم بن يمين نيتانياهو وأنأهم على النتيجة التي حصلوا عليها بحسب العينات فهم اجتازوا نسبة الحسم وبلغت المقاعد التي حصلوا عليها حوالي ستة مقاعد إذا ما نظرنا إلى كافة العينات للقنوات التلفزيونية الثلاث كذلك الأمر حزب شاس اليهودي المتدين الذي سيكون من الشركاء الاتلافيين لبن يمين نيتانياهو السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو حزب يمين برئاسة نفتالي بنت الذي لم يعلن تأييده لنيتانياهو كما تشاهدون هناك احتفالات في هذه الأثناء يحيى يعني أين أنت هل هو مقر حزب الليكود وما هي الشعارات التي نسمعها الآن الآن تشاهدون مؤيدي حزب الليكود نحن نتواجد في مقر حزب الليكود وهناك نوع من الاحتفال للمشاركين هنا بالنتائج الذين حصلوا عليها ولكن رغم أن هذه النتائج هي ليست نتائج نهائية هي فقط عينات للقنوات التلفزيونية التي أيضا لا تشير إلى فوز واضح لبن يمين نيتانياهو وإنما فقط يعني هناك شبه توازن بين المعسكرين المؤيد والمعارض لبن يمين نيتانياهو لكن على أي حال إذا ما نظر أيضا إلى باقي القوائم التي شركت في هذه الانتخابات هناك نكسة لأحزاب العربية أو لحزب واحد في الأحزاب العربية وهو القائمة الموحدة التي لم تجتز نسبة الحسم بحسب العينات إذا اجتازت نسبة الحسم فهذا يعني أيضا أن معسكر نيتانياهو سيخسر مزيد من المقاعد التي حصل عليها حتى الآن المؤيدون هنا لا يزالون يتواجدون ويحتشدون وينتظرون نيتانياهو يحيا سنبقى معك طبعا ستكون هذه الليلة طويلة سنكون معك في نشرات لاحقة للمزيد من المعلومات والتفاصيل وعملية الفارس سنعود إليك إذن بعد قليل أما بالحديث أكثر عن الجدل الدائر عن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان معنا عبر شبكة سكايب من واشنطن السفير السابق لدى أفغانستان رونالد نومن سعادة السفير لماذا هذا الغموض الآن بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أعتقد أن ما يحدث هو ما يحدث عادة مع الإدارة الجديدة أي مراجعة السياسة في حالة إدارة بايدن هي تريد التشاور مع الحلفاء وبالتالي هناك مشكلة لا أعرف ما إذا كانت مشكلة لو قررت ولديك الوضوح لا تقوم بالتشاور وإنما تعرف الناس بقرارك ولكن إذا أخرت القرار حتى تتحدث إليهم وتستمع لوجهات نظرهم فلا يكون لديك وضوح لأنك تتشاور وها نحن هنا الآن أهمية موقف الحلفاء من هذا الموضوع لكن الإدارة الأمريكية خصوصا في الأعوام السابقة تحت إدارة الرئيس ترامب كان هناك خطة واضحة للانسحاب خصوصا في شهر مايو المقبل الآن هناك غموض بشأن هذه الخطة هل برأيك هناك تخيير بنسبة هذه الخطة لأن الإدارة الجديدة تريد أن يكون هناك موضوع آخر وأحترام لموقف الحلفاء وتحديدا حلف شمال الأطلسي أولا التاريخ كان محددا ولكن السياسة لم تكن واضحة لأن السياسة عندما تم التوقيع على الاتفاق في فبراير من العام الماضي كان عبارة عن مراحل المرحلة الأولى كانت انسحاب والمرحلة التالية التي كان لها تاريخ ولكنها مبنية على شروط أيضا سمعنا هذا من وزير الخارجية بومبيو ومن وزير الدفاع إسبر ما الذي تغير هو أن الرئيس ترامب بدأ في تجاهل سياساته وسحب القوات بوتيرة أسرع مما يتطلبه الاتفاق وبدون أي انتباه للظروف أو الشروط التي لم يستوفيها الطالبان جاءت إدارة بايدن وسمعت الوزير بلينكين يدلي بشهادة أمام الكونغرس في الأسبوع الماضي قال إن الإدارة تريد مراحل تريد السلام عودة القوات وتجنب أي هجمات إرهابية على أمريكا المشكلة هي أنه ليس من الواضح ما إذا كان يمكن الوصول إلى سلام حقيقي والقاعدة لا تزال موجودة في أفغانستان وتتعاون مع الطالبان السؤال وبالشكل متزايد ماذا ستفعل الإدارة إذا لم تستطع الحصول على الأشياء الثلاثة السلام سحب القوات لا تهديد ولكن إذا سحبت القوات فقط ولا يزال هناك لا يوجد سلام وهناك تهديد ماذا ستفعل نحن هنا السعاد السفير طرحت هذه النقاط الثلاث السلام سحب القوات ولا تهديد إذن هنا إلى أي مدى هناك معضلة تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كل تقدم يحرزه مقاتلو الطالبان في أفغانستان أعتقد أن التحدي كبير جدا لو كنت تعتقد أن القاعدة تهديد إذن القاعدة تبقى في أفغانستان والطالبان لم تقطع علاقاتها مع القاعدة وهذا ذكرته الأمم المتحدة ومراقبين مستقلين آخرين إذن مخاطر الإرهاب لا تزال موجودة ومفاوضات السلام بدأت قبل حوالي ستة أشهر بعد التوقيع على الاتفاق ولكن الطالبان لم يقدموا أي تنازلات لم يوافقوا على عمل أو خوض أي نقاشات ذات محتوى لقد طلبوا الإفراج عن سجنائهم وأيضا رفع اسمهم عن القائمة السوداء والمزيد من إطلاق صراح المساجين ولم يقدموا أي موقف يمكن أن يؤدي إلى أي نوع من السلام أو الحلول التوافقية من المنصف القول أن الجانب العلني لم يفعل ذلك أيضا ولكن قالوا أن موقف الطالبان هو أننا فزنا في الحرب وأنتم هنا للتسليم إذن استسلموا هذا ليس سلام يوقف القتال وهذا ليس سلام توافقي أنا لا أرى أي فرصة أن بايدن سيحصل على هذا هو يحاول ويبذل مجهود ليرى هل يمكنه أن يجلب القوى الإقليمية والقوى الكبرى مثل روسيا وحتى إيران داخل العملية ويحاول أن يدفع الجميع للتحرك بسرعة أكبر أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا سينجح ولكنهم يحاولون يعني يبدو أن بايدن أمام خيارين كلاهما مر في الوقت الراهن سعادة السفير من واشنطن سعادة السفير السابق لدى أفغانستان رونالد نومن شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة ترجمة نانسي قنقر دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين الصين إلى الإفراج الفوري عن الكنديين المحتجزين لديها تعسفيا وأكد بلينكين في تغريدة له عبر تويتر أن الولايات المتحدة تضم صوته إلى أصوات شركائها الذين دعوا باكين للإفراج عن الكنديين المحتجزين لديها مايكل سوافور ومايكل كوفريك مؤكدا أن البشر ليسوا أوراقا للمساومة وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أنه على الرغم من مرور سنتين على هزيمة تنظيم داعش فأن مهمة التحالف الدولي لمهاجمة أو لمواجهة التنظيم الإرهابي لم تنتهي بعد وأضاف بلينكين في تغريدة على تويتر أن التحالف المكون من 83 دولة لا يزال ملتزما بإلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من جهتها أن واشنطن تتطلع إلى مراجعة الحوار للسراتيجي مع العراق في أبريل المقبل وذلك بهدف توضيح أن مهمة قوات التحالف تقتصر على تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم عودة داعش إلى العراق نرحب بكم من جديد من العاصمة وفي جزئها الأول تناولنا تعهد أنتوني بلينكين بتنشيط العلاقات مع حلف شامل أفلسي ومراجعة خطة صحب القوات من أفغانستان ضفت إلى التحذير من مخاطر التعاون مع الصين وروسيا وفي الجزء الثاني من العاصمة سنتناول دعوة رئيس بايدن لحظر الأسحة الهجومية وتنكيس الأعلام لخمسة أيام حدادا على الضحايا أما لاحقا سنتناول جولة رئيس بايدن في العديد من الولايات للترويج لتعديلات قانون أوباما كيرو وأهمية حزمة المساعدات التي أقرها وبشأن أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها العاصمة واشنطن قالت مراسلة الحرة في البنتاجون وفاء جباعي في نشرة سابقة إن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أكد التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في أفغانستان التي كلفت واشنطن مئات المليارات من الدولارات وذلك أعقاب عودة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الحرب هناك بشكل مسؤول هذه الحرب التي كلفت بحسب المتحدث باسم البنتاجون وزارة الدفاع منذ أحداث 11 من أيلول عام 2001 وحتى 31 من ديسمبر العام الماضي 825 مليار دولار كيربي أيضا قال إن المشاورات التي عقدها أصدن في أفغانستان مع المسؤولين الأفغان لم تكن أو لم يكن الهدف منها الإيصال ربما رسالة ولكن الاستماع إلى رأيهم وإلى وجهات نظرهم ما يساعد وزير الدفاع على تقديم التوصيات لطبعا إدارة الرئيس بايدن من جهته أفاد الزميل ميشيل غندور مراسل الحرة في الخارجية الأمريكية بعزم واشنطن لفتح سفارة في العاصمة الليبية ترابلوس ولكن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك أن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح السفارة الأمريكية في ترابلوس الغرب عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك وتأكيد من الخارجية الأمريكية أن زيارة السيناتر كريس كونز إلى أثيوبيا كانت مفيدة ومثمرة جدا وعبر عنها رئيس الحكومة الأثيوبية بالالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في منطقة تيجراي وأشار زميل هشام برار مراسل الحرة في البيت الأبيض من جانبه لاحتمالية فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حضرا على شراء الأسلحة الهجومية وأنه يعكف على دراسة جميع الخيارات المتاحة ذلك على خلفية تكرار حوادث إطلاق النار الجماعية بهذه الأسلحة الهجومية الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المرة كرئيس يواجه واقع إطلاق النار في الولايات المتحدة مرة أخرى الرئيس الأمريكي اضطر إلى اتخاذ قرارات هذا الصباح قبل التواجه إلى ولاية أوهايو بدءا بتنكيسي على علام كما نشاهد ربما خلفه هنا في البيت الأبيض والمباني الحكومية الرئيس الأمريكي أيضا تحدث بأنه يدرس جميع الخيارات من أجل فرض حضر على شراء الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة على خلفية إطلاق النار في ولاية كولورادو الذي أدى إلى سقوط عشرة ضحايا وطبعا استخدم سلاح هجومي في هذا الحادث في حملية إطلاق النار هناك في مدينة بولدر حوادث إطلاق النار التي تودي بحياة العديد من الضحايا الأمريكيين خلال أسبوع واحد في ولاتي جورجيا وكولورادو تفتح الجدى على مصر عيه تحت قبتين البيت الأبيض والكونغرس في محاولة لإيقاف مثل تلك الحوادث التي وصفت بالخطرة والمأساوية حوادث أقل ما وصفت به بالمأساوية سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعي التي أودت بحياة العديد من الضحايا الأسبوع الماضي والتي دفعت الرئيس بايدن إلى تنكيس الأعلام خمسة أيام حدادا على أرواح الضحايا الذين كانوا يعيشون حياتهم ولا يضايقون أي شخص عندما قتلوا هكذا لخصت المشهد برمته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنه أمر مأساوي للغاية عشرة أشخاص كانوا يمضون يومهم ويعيشون حياتهم ولا يضايقون أي شخص عندما قتلوا ضابط شرطة كان يؤدي واجباته وبشجاعة وبطولة كبيرة سبعة أطفال على ما فهمت إنه أمر مأساوي للغاية تلك الحوادث لم تكن شاغل شغل البيت الأبيض فقط بل شهدت قبة الكونغرس مناقشات ساخنة للمشرعين حول إيجاد سبيل لإيقاف نزيف ضحايا العنف المسلح الذي وصفوه بأزمة صحة عامة مطالبين بإيجاد آلية لكبح هذا العنف الخطير آخرها واقعة كولارادو مقترحين إجراءات وقائية كابحة وليس الاكتفاء بالملاحقات القضائية بعد تشيع الضحايا وذلك بعد أقل من أسبوع من حادث مماثل شهدته تلنتا بولاية جورجيا في ظل مناشدات الرئيس بايدن لأعضاء الكونغرس في الإسراع بسن قوانين تمنع امتلاك الأشخاص لأسلحة رشاشة في وقت لم يستبعد فيه البيت الأبيض صدور أوامر تنفيذية لحضر بيع الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة على خلفية تلك الحوادث عشرة أرواح فقدت وعائلات تدمرت نتيجة لإطلاق النار في كولارادو نشعر بالأسى يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على مقتر عدد من الجالية الأسيوية في جورجيا لا نزال ننتظرها الكثير من المعلومات حول مطلق النار ودوافعه سأعمل بشكل عاجل على اتخاذ الإجراءات لإنقاذ أرواح الناس ويجب على مجلس الشيوخ التحرك من أجل منع امتلاك الأفراد لمخازن سلاح كبيرة الإحصائية تشير إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص عام 2020 فقط بسبب العنف المسلحة وذلك إثر تداعيات اقتصادية واجتماعية ووباء فيروس كورونا فضلا عن تداعية الصحة العامة حضر البناتق الهجومية وفحص الخلفية الموسع خيارة تشريعية مطروحة لكن الخلافة حول تشريعها ما زال مثار جدل واسع بين المشرعين المنقسمين بالتساوي في مجلس الشيوخ من جانبه قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر إن العنف الناجم عن الأسلحة النارية أصبح وباء فتاكا أودى بحياة آلاف المواطنين الأمريكيين الأبرياء تكريما لضحايا الهجوم المروع في كولورادو نكسنا الأعلام في مبنى الكونغرس إنه هجوم مروع آخر يضاف إلى ذلك الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص في جورجيا إنه أمر محزن وتذكير بأن ليس فيروس كورونا وحده الوباء في بلدنا علينا أن نواجه الوباء المدمر للعنف الناجم عن الأسلحة النارية الذي يحصد ألاف الأبرياء في بلدنا لدينا أيضا ما نقوم به في هذا الخصوص حيث بدأنا في مجلس الشيوخ في مناقشة مشروعين يتعلق بتعميق الفحوصات الأمنية بهدف خفض العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية واقعة مأساوية هكذا وصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن واقعة مقتل عشرة أشخاص بينهم شرطي التي شهدتها مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية حين أطلق مسلح النار عصر أمس الأثنين داخل متجر بالمدينة الواقع على بعد نحو خمسين كيلومترا من دنفر عاصمة الولاية الجريمة التي استخدم فيها رشاش من نوع AR-15 بحسب ما أوردته وسائل الإعلام هي الثانية من نوعها على مستوى البلاد وفي غضون أسبوع بعد واقعة مقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء أسيويات في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا هذا المتهم ويدعى أحمد العيسى يبلغ من العمر 21 عاماً وقد تم توجيه عشر تهم ضده بالقتل العمد من الدرجة الأولى وسيجري نقله إلى سجن مقاطعة بولدر الشرطة التي تمكنت من إيقاف منفذ الجريمة بعد إصاباته خلال عملية التوقيف أفادت بأنه نفذ الهجوم بمفرده لكنها لم تقف بعد على دوافع دلوعه في تنفيذ الجريمة وبينما تم إداعه سجن مقاطعة بولدر تمكنت الشرطة من تحديد هويات الضحايا الذين تتروح أعمارهم بين العشرين والستين عاماً وبينهم شرطي قتيل يضع أريك تالي ويبلغ من العمر 51 عاماً المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن الرئيس جو بايدن أحيط علماً بما جرى في بولدر في وقت يثار فيه تساؤل حول حتمية التحرك السريع لإصلاح تشريعات بي الأسلحة النارية في البلاد وهو ما نادى به الرئيس بايدن في فبراير الماضي لسيما أن الحادث يعيد إلى الأذهان واقعتين مماثلتين شهدتهما كولورادو الأولى في عام 1999 هنا قتل صبيان 12 طالباً من زملائهما بالإضافة إلى معلم بإطلاق الرصاص عليهم فيما كان عام 2012 مصرحاً لجريمة أخرى مروعة قتل فيها مسلح 12 من رواد إحدى دور السينما في مدينة أورورا واستجابة للحاجة الملحة لتنظيم تشريعات بيع السلاح قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة على تويتر إنه يجب على مجلس الشيوخ أن يدفع بهذا التشريع قدماً للمساعدة في وقف ما وصفه بوباء العنف المسلح الحديث عن هذا الموضوع نضم إلينا عبر شبكة سكايب الأستاذ في جامعة دورجتاون مارك روم أستاذ مارك بعد كل حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة صلوات نحزن وتحزن المجتمعات الأمريكية ولكن من دون أي تنظيم لتشريعات رادعة لماذا وإلى متى هذا جزء من التقوص الأمريكية الآن بمعنى أن يكون هناك إطلاق نار جماعي وعدد من الوفيات ثم صلوات ونقاش سياسي ولا شيء يحدث في لحظة ما الإنسان قد يقول أنه في دولة متحضرة صانعواء السياسة سيتخذون قرارات لمنع حدوث مثل ما حدث الولايات المتحدة لم تصل إلى هذه اللحظة ولا أعتقد أن الأمور ستتغير على الرغم من أن منع السلاح هي قضية تحظى بالشعبية ولكن مجلس الشيوخ يعرقل أي تشريع ويمنعه من الاعتماد وبالتالي ستكون هناك عمليات إطلاق نار أخرى وصلوات ونقاش وجمود سياسي يعني أستاذ مارك تقول بأن الأمور لا تتغير أو تعتقد بأن الأمور لا تتغير لكن هذا تصريح خطر لماذا برأيك هذا الاستهتار من قبل المشرعين الأمريكيين لجهة الدفاع عن حياة الأمريكيين هناك جزء كبير من الجمهور الأمريكي خاصة أولئك الذين يدعمون الحزب الجمهوري والذين يعتقدون أن حق امتلاك السلاح هو حق أساسي وأنه مهم مثل حرية التعبير وحرية الدين وحرية الصحافة وربما أكثر أهمية الفكرة هي القدرة على امتلاك السلاح ستحمين من الحكومة التي تسيء استخدام سلطاتها لقد رأينا في أمريكا لم نرى أن الحكومة تسيء استخدام سلطاتها ومما يتطلب حصول المواطنين على السلاح ولكن رأينا المواطنين هم الذين يخلقون التهديد ويلحقون الضرر وإلا أن يكون هناك تغير أساسي في وجهات نظر الأمريكيين سيكون من الصعب بالنسبة لنا إحراز تقدم لتقليص هذا الوباء وباء إطلاق النار الجماعي أستاذ مارك لماذا الربط بين حق امتلاك السلاح وتحديدا السلاح الهجومي تحديدا AR-15 هذه بندقية أمريكا لماذا يحب الأمريكيون بالتحديد هذه البندقية الهجومية يعني يجب ممكن اقتناء سلاح آخر ولكن هذا السلاح الهجومي الذي يقتل الكثير بسرعة هائلة القوة النارية في يد المواطنين الأمريكيين تتجاوز ما يتخيله الدستور حق امتلاك السلاح كتب في وقت كانت فيه الأسلحة بطيئة وغير دقيقة الآن الأسلحة سريعة جدا ودقيقة وفتاكة يصعب علي تصور لماذا أي مواطن يعتقد أنه يحتاج أن يمتلك سلاح عسكري في بيته هذه الأسلحة صنعت لإطلاق النار على أعداد كبيرة من الناس خلال فترة زمنية قصيرة ولكن لأنهم يرون هذا كجزء من الحق الأساسي فإن المعارضة لامتلاك السلاح لا تزال كبيرة وربما تسود أنا يؤسفني أن أقول ولكن يبدو أن هذا سيؤدي إلى المزيد من عمليات القتل وإطلاق النار وأمريكا يبدو أنها مستعدة لقبول ذلك كثمن لحق امتلاك السلاح عام 2020 كان هناك 615 إطلاق نار جماعي بين قتيل وجريح هناك عدد وصل إلى 362 ضحية إلى أي مدى الديمقراطيون والآن الرئيس بايدن هو ديمقراطي لا يستطيعون حصول أي تغيير في أحلامي أرى الجمهوريين والديمقراطيين يتوافقون على هذا ولكن هناك حق امتلاك السلاح هذا الحق لن يؤخذ ولكن هناك اعتقاد أنه يمكن وضع حدود على امتلاك السلاح لا أحد يقول أن المواطن يمكنه الحصول على صاروخ مضاد للطائرات أو للدبابات ولكن يمكن أن يكون هناك توافق للحد من القوة النارية مقابل الحفاظ على حق امتلاك السلاح الأستاذ في جامعة جورجتاون مارك روم شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة بعد قليل مشاهدين نتابع الرئيس بايدن يجول في العديد من الولايات للترويج لتعديلات قانون أوباما كير وأهمية حزمة المساعدات التي أقرها نرحب بكم من جديد يجول الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أركان إدارته الولايات الأمريكية حاليا للترويج لحزمة التحفيز المالي التي أقرها الكونغرس أخيرا إضافة للدعم الجديد الذي تم ضخه في برنامج أوباما كير للرعاية الصحية والذي يتضمن تخفضات كبيرة تمهد للغاية التي يرمي إليها الديمقراطيون وهي شمول الأمريكيين كافة تحت مظلة التأمين الصحي يسعى الرئيس جو بايدن إلى ضخ المزيد من الدماء في قانون الرعاية الصحية الذي سنه سلفوه الديمقراطي باراك أوباما وبات معروفا باسمه ليقترن الدعم الجديد الذي ستقدمه الإدارة الحالية مع قانون الإغاثة للتخفيف من أثار جائحة كورونا المستفيدون من التأمين الصحي الحكومي الذي يستهدف فئتين محدود ومتوسط الدخل سيحصلون على الخدمات الصحية بتكلفة تقل كثيرا حتى عما طرحته إدارة أوباما ويرى الخبراء أن هذه هي أول فرصة أمام الديمقراطيين لتحسين قانون أوباما للرعاية الصحية الذي مضى عليه عشر سنوات والذي نجح في تغطية الحالات المرضية السابقة على التأمين إلا أن كلفته ظلت واحدة من العثارات أمام توسيع نطاقه وبموجب قانون التحفيز المالي الذي مرره الديمقراطيون في الكونغرس مؤخرا وتكلف نحو تريليوناي دولار سيتم تخفيض قيمة اشتراك مستفيد بنسبة كبيرة فبالنسبة للمشترك البالغ من العمر 64 عاما على سبيل المثال والذي يصل دخله إلى 58 ألف دولار سنويا سينخفض الاشتراك الشهري من 1075 دولارا إلى 413 فقط وفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس أما المستفيد الذي يبلغ 45 عاما ولا يتجاوز دخله 19 ألفا و300 دولار فلن يدفع شيئا عند الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وسيتمكن المشتركون الحاليون في البرنامج والبالغ عددهم 11 مليونا من الاستفادة من هذه التخفيضات التي ستسرع اعتبارا من أول إبريل المقبل وقد فتحت إدارة بايدن باب التقدم للمحرومين من التأمين حتى منتصف ماي القادم وكانت الاستجابة المبدئية قوية ودمجت إدارة بايدن الدعم المرتقب لمشروع أوباما ضمن حزمة الإغاثة الأخيرة التي ستطبق حتى نهاية العام القادم وبعدها سيحتاج الديمقراطيون إلى تأمين الأصوات الكافية في الكونغرس لاستمرار هذا الدعم أو لإضافة المزيد وترى إدارة بايدن في هذه الدعوم توطيئة لانضواء الأمريكيين كافة تحت مظلة التأمين الصحي وينضم إلينا من واشنطن الأستاذ تشارلز ستاكر الأستاذ في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحرى في جامعة تولين أستاذ ما أهمية هذه الجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وما هي الغاية منها برأيك إنه يظهر الدعم لخطة الانتعاش الأمريكية هذا هو التشريع الذي نأمل أن يحدث في بداية الجائحة في بداية الجائحة كان هناك الكثير من المرضى وأيضا كان هناك إغراق للمستشفيات بالمرضى والتي لم تستطع التعامل مع المرضى الآخرين وبالتالي لم تحرز أي دخل الخطة هذه ضرورية وهي توسع ضروري لبعض الدعم في مجالات التأمين الصحي وهذا مهم جدا إذا أنت خسرت وظيفتك هو يحاول حشد الدعم لهذا هل برأيك هذه الجولة هي فقط لخفض تكاليف التأمين الصحي بسبب الجائحة أم أن هذه ستكون خطة هذه الإدارة لقانون الرعاية الصحي عامة ردا على ذلك أقول هذا تدبير مؤقت لأن الدعم سينتهي في عام 22 وإذا كنت تتصور ردا نشطا لتخفيض أقصاط الرعاية الصحية فيجب العمل عبر شركات التأمين وتوسيع أيضا التأمين الحكومي للمسنين والصغار هذا عبارة عن تراجع عن الأساليب غير الفعالة في توصيل التأمين الصحي الشركات الخاصة يدفع لها أموال كي تؤمن الناس وشركات تحصل على جزء من الربح لهذا السبب الأقصاط هي أعلى بنسبة حوالي 20% وأيضا هذه الخطط الصحية التي يشتريها الناس يأتي معها أموال تقططع أو مقططعات ربما إذا أردت تخفيض فيها الأقصاط فعليك أن تبحث عن مصدر آخر هذا عبارة عن رد قصير الأمد ونستخدم فيه الأدوات المتاحة يحاول أن يحشد الدعم لتوسيع أيضا البرامج الحكومية وجزء من هذا يعود إلى أن الأطباء والمستشفلات لا تعارض هذه الخطة فهي تدعم من جانب أو فهم يدعمون من جانب شركات التأمين الصحي قانون الرعاية الصحي الذي يعرف باسم أوباما كير مضى عليه أكثر من عقد من الزمن وهذه حرفيا المرة الأولى التي ينجح فيها الديمقراطيون بتحسينها ما هي برأيك قدرة الحكومة على تحمل التكاليف التي كانت دائما تحديا في قانون الرعاية الصحي في الولايات المتحدة التكلفة جزء كبير وداخل هذا التشريع هناك بنود فرعية تؤكد على الدعم وهذه سمة كبيرة مثلا هي تغطي الناس الذين يحصلون على دخل أعلى من نسبة الفقر هذا شيء كبير بالنسبة لأناس كثيرين ولكن هذا سيكلف دافعي الضرائب الكثير من الناس ربما هذه أولوية لدافعي الضرائب نريد التأكد أننا ننفق هذه الأموال بطريقة فعالة وهذا يعود بنا إلى ما يسمى بيئة الخيار العام هناك ما يسمى ميديكير قارول إلى آخره وهذا كله من أجل حشد السياسات أو حشد الدعم لهذه السياسات سنرى ما يمكن للناس الحصول عليه عندما لا يكون التأمين الصحي مرتبطا بالوظيفة التي يشغلونها بطريقة سريعة لو سمحت دكتور تشارلز الجمهوريون في الأعوام الماضية تحديدا تحت إدارة الرئيس ترامب أربع خمس سنوات لم يستطيعوا تقديم البديل على الرغم من انتقاد قانون الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير لماذا يبقى هذا الجدل دائما؟ أعتقد أن المسألة تتعلق بفضل يعزى لتشريعات ماضية كانت هناك أناس يعارضون أوباما كير ربما هناك مشكلة في التسمية هناك أسماء مختلفة لو كانت هناك أسماء مختلفة ربما ترى معارضة أقل وهذه تجعل الرعاية الصحية متاحة للكثيرين من الناس الأستاذ في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة في جامعة تولين تشارلز تاكر شكرا جزيلا لوجودك معنا مجاهدين كانت هذه أخبارنا دبنا من العاصمة لهذه الليلة ألقاكم على رأس الساعة مع موجز لأهم الأنباء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر